اهلا بكم ابناء الطلبة. الطلبة الصف الاول ابتدائي المنهاج السعودي الترم الاول الدرس خامس حرف النون. حرف النون عكس حرف الباق. الباق بحط تحته نقطة. هنا النون بحط فوق نقطة. ممكن يتشبك في اللي بعده يعني يبقى ليه ايد بعده. ممكن ايد قبل وميه ايد بعده بتشبك مع اللي قبله واللي بعده. وممكن يبقى اخر حاجة في الكلمة متشبك مع اللي قبله او مكتوب لوحده. الشكل ده. اسمه ايه? نون. النون. خطيدي الون حرف النون. نون. 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 كل ما لو انطق اسمه نون. نون. طيب هنا هنحكي القصة بتاعات حرف النون ونفض الكلمات اللي فيها حرف النور. قالت نورة. ادي اول حاجة اللي باللون الاحمر. نون. نورة. نحن. نحن. نون. نساعد. امي في ما مضافة المنزل. علي اسكون. وكلنا نحب التعاون والنظام. فانا انظف نافذة الغرفة. وامي تكنس. وفواز ينسق الظهور. دي بقى عندي بعض الكلمات اللي فيها حرف النون. نورة. نحن. نظافة. تعاون. تكنس. نا. نظافة. تكنس. ني. نظام. نا. نو. ني. طب لو فيها مادة قلنا نا. ازود لها الف تبقى نا. نافذة. نو. ازود لها واو. تبقى نو. نورة. تبني. نزود لها يأتي بقى ني. كده. نيام. طب ازاي بكتب حرف النون. بنزل من فوق زي الدل بالزبط بتاع الحرف اللي فات بس بحط له نقطة. لو في نص الكلام برضو كده. نص الكلمة. لو في اخر الكلمة. ولو مش متشبك فيها حاجة. واعيد عليها كده كل. بكل الطرق بتاعتي. ده كده حرف النون. طيب. لو انا هتكلم عن نفسي. انا الواحد يقول انا. انا. انا وساعد امي. طيب لو احنا اسرة كزا حد مع بعض نتكلم عن نفسنا نقول ايه? نحن 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 نحب التعاون والنظام. بل انا هتكلم عن نفسنا الواحد يقول انا. طيب لو احنا مجموعا نقول ايه? نحن. انا اصلي نحن نأكل. انا ارسم نحن نسبح. ارسم دائرة حول حرف النون ثم اكتبه. نو نقود نو. نقود عينب. توصل معنا اللي قبلو اللي بعض. عينب. ميزان. ميزان. نا نحن نحن. اقرأ الكلمات الاتية منزل. 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 نو. نساعد. ني. نظام. ينسق. نحن. تعاون. الاملاء ممكن اكتب الكلمات دي تاني. منزل. نساعد. نظام. ينسق. نحن. تعاون. او اكتب بقى نورة. اناك. قصة حرف النون. عندي النحلة والنملة. النحلة والنملة. كانت هناك نحلة اسمها نحلة. تنتقل من ظهرة لظهرة. لتجمع الرحيق. فجأة سمعت صوتا يطلب المساعدة. اقتربت من الصوت. فوجدت نملة. جائعة. فقدمت لها العسل اللذيب. فقالت النملة. شكرا يا صديقتي. النحلة. بيبقى جواها دايما اي عسل. تقدر تطلعوا في الوقت اللي هي عايزة. لقيت النملة. تقول لها انها جعانة. مش قادرت تحصل على اكل لحد دلوقتي. اعملت لها ايه? اكل جاهز. عسل. نشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس اللي جاي. الدرس السادس حرف الرأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.